أهلاً بكم طلاب بالمحاضرة الثالثة والعشرون إن شاء الله ستكون طلاب محاضرتنا اليوم هي Design of T-Sections نحن بالمحاضرات السابقة أخذنا الأناليسز أخذنا Analysis of T-Sections بس شيء خذنا خذنا ثلاث محاضرات خذنا بثلاث محاضرات Analysis of T-Sections إن شاء الله Design of T-Sections هنأخذ يعني إن شاء الله هم محاضرتين محاضرة ستكون مخصصة إلى عد ما يكون العزم positive moment عد ما يكون العزم هو موجب العزم موجب وإن شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم عد ما يكون العزم هو negative moment العزم سالب إنه أكثر اختلاب بالتفاصيل عد ما يكون العزم سالب أو عد ما يكون العزم موجب فاليوم إن شاء الله سيكون موضوعنا عد ما يكون العزم هو موجب T-Sections Design of T-Sections عندما يكون العزم موجب لكن طلاب قبل ما أبدي بالمحاضرة الثلاثة وعشرين أو هو Design of T-Sections أريد أتكلم عن معادلة سبق أن تكلمنا عنها لكن هالمرة ستكون بشكل أوفيشل لشكل رسمي موجودة عدكم بالتفاصيل الدقيقة وحتى السهل عليكم الحل بالمحاضرات القادمة أو حتى المحاضرات السابقة تتلخص طلاب هذه المعادلة هي معادلة Singly اللي هي M-U-5-Raw-BD تربيع F-Y-1-1.59 F-Y-F-C في الرو هذه المعادلة لما نريد نحلها على الـ Design نريد نطلع الرو الرو هي تكون مجهولة شنو شوان نبسطها نبسطها طلاب حسب أقول لكم أنه هذه طبعا يعني مو حفظ التو جاهزة حتكون عدكم فإن شاء الله حتكون جدا سهلة عدكم حتى تفاجعون بالحل بصادة الحل هنا نبسطها تقسمها على F-BD تربيع F-Y مثل ما ذكرتكم سابقا تتبسط بهالشكل هذا تتبسط بهالشكل هذا سويتها على شكل معادلة الدستور معادلة A هذا قيمة A هي 0.59 F-Y over F-C رو تربيع كأنه X تربيع ناقص رو يعني B هي minus 1 C M U على F-BD تربيع F-Y هذه قيمة C إذن هذه قيمة A هذه قيمة B وهذه قيمة C سننحل بالدستور ناقص B زائد ناقص تحت جذر بعد تربيع B تربيع B تربيع 1 ناقص B يعني 1 ناقص B minus 1 يعني 1 زائد ناقص تحت تربيع B تربيع B تربيع 1 ناقص 4 A C إذا تشوف 4 AC ستكون هذه المقدار مالتها 4 AC على 2 A 2 A هذا مقدار فشنو طلاب معناته معناته خلص بعد موضوع الرو صار جدا جدا سهل مجرد تطبقون هذه المعادلة هذه المعادلة بس انتو تكتبو لي قدام هذه المعادلة بعد رأس من الطفرون على هذه المعادلة رو يساوي 1 زائدا ناقص مرة تحلوها رو يساوي 1 زائدا على 1 1 8 ومرة تحلوها رو يساوي 1 minus على 1 8 هذه مرة تحلوها بهذه الطريقة وهي على الأغلب على الأغلب هي ستكون ناقص 1 ناقص هي control 1 ناقص هي control لأن 1 وإذا اضعوا قيمته الحقسين، يحصلون إلى قيمة الأقل إذا حنين حيثتي تقوم بإثناث مجبات، يحصل الحقسين هنا من عقل إذا كانтه Benson، إذا وحدة سالبة وبعد مجج Kit rud liv, كتاب جيد جيد، إذا أظهرج له en 2 rap لذلك قيمتين حيث أنت الكبير دائم و إذا وحدة سالبة و مجججرة فيما يحصل الحقسين المجب طبعا لا تأخذون السالب وإذا اثنين اثنين الموجبات تأخذون الأقل فأنت هنا على الأغلب يعني ستصبح الأول ماينس يعني ستصبح الأول ماينس هي التي ستشيك فأنت فقط هذه المعادلة تطبقها الاميو هنا تنتبهون الاميو هذه بالكيلو نيوتن متر حتى تضربها في عشرة أو السبتة حتى تصبح نيوتن مليم وهنا البيدي تربيحها بالمليم حتى تكون واحدة مدجانسة الأفوال الأفوال ورائب سيها ميجا باسكار واحدة تأخذة ثانية ما عندنا مشكلة بها فأنت تطبقون تطبقون هذه وما تنسون أنه الاميو هي كيلو نيوتن متر ستشوفون إن شاء الله بالحال فغير المعادلة صارت بسيطة عندكم حتى بعد ما تحتاجون حتى بالحاسب تطبقوا ويضعون الدستور لا هي مباشرة تطبقون هذه المعادلة وذلك الآن نبدأ في محاضرتنا Design of the beams for positive moments طلاب هنا نحن بالدزاين بالدزاين عندما يكون العزم موجب عندما يكون العزم موجب يعني بالمنتصف عندما يكون العزم موجب فشنو الارية اللي نتبعها لازم هنا طلاب لازم استكمال اللي اخذناه بالمحاضرات السابقة لازم قيمة الأي نشوفها هل هي أقل أو يساوي الحفلانج هذا في الشيء جدا نضرر بالتسكشن مثل ما تكلمنا بالمحاضرات أو الأي أكبر من الحفلانج لازم نشوفها فهنانا احنا لازم نشوف وضع هل هو أقل إذا أقل الحل يصير سهل جدا إذا أكبر شوية بيتعقيل شوية لكن هو يوئض يعني أكون بروسيجر عندكم وهذا البروسيجر هو اللي نتبعه اللي نتبعه بس أريد أطلعتكم المحاضرة السابقة اللي هي تكلمنا بها على البروسيجر أوف سلوشن هذا هاي المحاضرة السابقة هاي القبل السابقة يعني هاي خطوات الحل هاي خطوات الحل حتى نحتاجها هاي جزبي الحل نحتاجها هاي خطوات الحل العموم نرجع لمحاضرتنا فهسا الاي هو عندما يكون أقل أو يساوي او اكبر او اكبر من اله هسا نجينا طبعا أنا بالسؤال أطلعكم اله و اطلعكم البيو ويب نانش أنا اطلعكم بالبداية تفاصيل الحل او لما يكون بوزيتف هسا الهتش هذا أنا اطلعكم اياه ومن عدية تقدرون نطلعون الدي اذا 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 اول لير او اذا اتو لير على العموم و اطلعكم البيو ويب اذا لم يوجد موجودات انا قالت انه اجد اله يفرض اله يفرض اله للطالب يعني المفروض الباحث او المصمم يفرض اله لكن انا بنتحانة او حتى بالانثلة اطلعكم اله و اطلعكم البيو ويب دعنا نبدأ من الثالثة تفاصيل الحل تفاصيل الحل يعني يجب هنا نجد البيو فهذا هنا القطوة المهمة اللي اول ما تبدون بها توجود البي افكتف البي افكتف هذا هو اما ال سكشن او تي سكشن لازم تعرفون شنو المقطع هو المطلوب بغفة للضغط الوجود الوزوج بالي توجود العلوم لازم اعرفوا ان كل من أقدر الى معادلة مثل Wrap إذا كان المحاضرات السابقة إذا كان هذي T-section فهذه ال-B-Effective وإذا كان L-section فهذه هي ال-B-Effective نرجع ال-MU هي Phi-MN لازم شنو إحنا وراء ما وجدنا ال-B-Effective Calculate AS Assume that A أقل أو يساوي H-Flaunch with beam with B-Effective and Phi-O2.9 and then checked شوفوا الظلاب إحنا نعلم شنو نسوي نحسب ال-Raw نطبق المعادلة نحسب ال-Raw ومن هذا ال-Raw يعني نطبق معادل Phi-MN أو Phi-Raw بيدي تربيع الأفوال وهذه المعادلة التقليدية نسويها نطبقها ونطلق قيمة ال-Raw ومن نطلق قيمة ال-Raw إذا شنو هل هذه الخطوة الوراها إذا عديد if A H-Flaunch the assumption is right and continue as rectangular section إذا A أقل من H-Flaunch إذا و الـ as أطلع من عندها الـ a الـ as of y.85 of rimec في الـ be effective إذا كانت الـ a أقل من الـ h فلانج خلص The assumption is right on coto طبعا الأفضل هي هذه هذه هي هنا المفروضة الخطوة هنا تصير فالخطوة المفروضة هي هنا لنرجع سيكون فالخطوة المفروضة الأفضل أنها تكون قبلها حتى تصير أوضح للطالب فنأتي هنا ننزل ونقوم بـ find ورما تطلع هذه القيمة ورما تطلع ورما تطلع ورما تطبقها ورما تطبقها find row ورما تطلع الـ as خطوة المفروضة أفضل هل نرجع لمحاضراتنا فهن لنقوم بـ find raw وبعث ينرى أطلع الـ as ومن الـ as من الـ a الآن إذا أقل أو يساوي he flanj الـ assumption is right والمقطع هو ريكتانجور أنا فرضيت صحيحة ووراها إذا طلع صحيح إذن أنا ووراها أوجد الرو ماكس وأوجد الرو مينمم والرو لازم هي بين الرو ماكس والرو مينمم وأدققها وخلص هذه خلصت هنا هنا السؤال خلص لكن إذا الأي أكبر من HF The assumption is wrong and continue as a T-section معتها فرضية مصحيحة إذن لازم أشتغل آني ك T-section لازم أشتغل كالمقطع أعتبره T-section حتى أعتبر المقطع T-section طلاب حتى أعتبر المقطع T-section هالمرة لازم إذا سجعوني الرو محاضرة القبل الأخيرة اللي هي عندما يكون لأي أكوة بالأشكلات كنا نسوي كنا من أن نطلع العزم حتى أطلع العزم هاني حتى نطلع العزم هاي الفاي أم أن شو نطلع نطلع الأي مجهولة والأي أس أف مجهولة هذين الاثنين نطلع هذين الاثنين نطلع فأول شرطة مجهولة نطلع الأي أها بالاناليس نطلع الأي فلانج الأير الحديد تستحميل الفلانجة بهذه المعادلة ووراها شنو أستخدم أستخدم أطلع قيمة الأي بهاي الطريقة وخليهن هنا هذه الأي وهذه الاثنين نطلع وطلع الفاي أم أن هنا ما سوف أسوي آني ما سوف أتطلع الأي أس أف أقدر أطلع الأي أس أف إذا لم أقضع اشتغل أطلع قيمتها ما هي هذه الاس هي عبارة عن اس ويب زائد اس فلانج اس فلانج اس فلانج طيب من وجدت الاس فلانج أطلع المومنت اللي سبب لي الفلانجه أطلع المومنت اللي جاي من الاس فلانج اس 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 فلانج حدي التسليح هو المجهول فطلعت هنا شنو طلعت الفاي Mn هذا اللي لفلنجة هذه Mn Flange أو Phi Mn Flange وراها شنو عدي نفس ما سوينا بالW شون ما سوينا بالW مطلعنا لحديث مالك ال Compression فهنا نفس الشي المتوطل هي Phi Mn Flange زائد Mn Web زيان انا اريد Phi Mn Web اريد اطلعها M total- Phi Mn Flange هذا Mn total فطلعنا بالديزيان نحتاج العزم الخارجي فهيه ساونا طلعت Phi Mn Web المنهب ما يساوي� يساوي Phi نفس الشي اطبق هذه المعادلة Phi Rho B D تربيع للأفو وهذه الصوت 5 وبس هذه المرة رو سوف اخلي الرو ويب هي المجهولة الرو ويب هي المجهولة والبي ويب هي المجهولة طيب واحد شي يقول الدكتور ليش ما طبقنا هذي المعادلة ليش ما اطبق هاي المعادلة مثلا حتى اطلع الاس ويب هذي ليش ما اطبقها مو هي مجهولة هاي هاي وهي عندنا معادلة احنا خذناها اشتقيناها هنقدرنا استفادة من الاس ويب من هذا الاسطقاق اطلع هذا هذي اس ويب في الدي مينس اي على اثنين هذا اس يعني هذا التنشن وهنا من المحاضرات يقولنا اس ويب هذا التنشن يساوي الكمبرايشن الى بوينت ثمانية خمسة ابرايم سي في البي مينس في البي ويب ليش ما نستخدم هذا لانه هنا الطلاب الاي مجهولة عدي ما قدر طلع الاي مجهولة مجهولة والاس مجهولة فاضطر الاي منين اجيبها الاي الاي اجيبها من معادلة ثانية تعني هترجع المعادلة نفسها معادلة 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 فأروح ما أفعله هنا من غير الطريق هنا فأخذت إختصاراً لكم نفس الشيء إذا أجبت إختصاراً لكم نفس الشيء ودخلتها نعم ودخلتها نعم ستطلع المعادلة في هذا الشكل هذا هذه المعادلة لكن هالمرة تنتبهون ترى البي هنا هي البيويب يعني البيويب هذي اللي هي اللي هي هذي هذي البيويب مو مثل ما مو مثل ما بالبداية من نجية اشتغلت ترى هذه البي كانت بي افكتف انتبهوا طلاب الله يخليكم هاي ترى بي افكتف لأنه هذا المقطع هنا فرصتها عنا ريكتانجولر فرصتها كل ريكتانجولر يعني عنا بالبداية بالبداية من المقطع فرصت الاي أقل من اتش فلانج أو أقل أو يساوي اتش فلانج يعني هنا لأي مقدارها فكأنه هذا كل صار اكتانجولر و البي ماته و بي افكتف بس هالمرة لا هالمرة اجيت عني والسامل اخذت الفلانجة واحد والويب واحد اشتغلت الفلانجة واحد بالمعادلة اشتغلت الفلانجة واحد والويب والويب اخذتها واحد هاي الفلانجة واحد و الويب وحد اوكي طلاب طيب هسا احنا شرري تسا بس اصبحوا لك هذا طيب اهنا طلاب شو نعدي هذي هذي الفلانجة فلانج وهذا الويب جزئته الى الفلانجة والى الويب فتنتبهون هنا نشتغلنا نشتغل ما انه ورد نطلع بس للويب فالب هنا هتكون بويب تنتبهون هنا بويب ورما طبقت هذي الفاي ام ان ها هنا الفاي ام ان ورما اطبقها اوجد الروويب اوجد الروويب نفس الشي يعني ورما اوجد الروويب اضربه بالبيويب في الدي هطلع الاس ويب خلاص بعد ما اطلعت الاس ويب هي الاس فلانج زاد اس ويب اضع الاس اللي اريد تحت انتفاينت روتوتل فهذه المرة أتضلع الـ Rho Total و الـ Rho Minimum و الـ Rho T أتضلع الـ Rho T حتى أرى قيمة الـ Phi هذه هي خطوات الحل هذه هي خطوات الحل أنه أنا أول ما أبدأ أحل أول ما أبدأ حل أقول إنه إذا A أفرض أفرض أنتم من ناتب D هاي أنا أعطيك ياها الـ B و الـ D التفاصيل هاي أعطيكم ياهن فالـ B ويب سوري بس إنتوا شيء توجدون توجدون الـ B Effective ورما توجدون الـ B Effective تفرضون أنه A أقل تترحون سوري تحسبون توجدون الـ B Effective ورما توجدون الـ B Effective تروحون تحسبون الـ Rho بهذه المعادلة لأنه كأنه فرضته أنه المقطع الـ A أقل أو يساوي H flange تطبقون هذه المعادلة تطلعون الـ R ورما تطلعون الـ R تحسبون الـ A تحسبون أي طلعت الـ R هنا ورما تطلعت قيمة الـ R تحسبون الـ A S هنا تطلعون قيمة الـ A إذا الـ A هذه إذا الـ A أقل من H flange فإذا الفرض هي صحيحة تحسبون الـ Rho Max والـ Rho Minimum والـ Rho T فيكون ما عندنا مشكلة بهم بعد لكن إذا كانت الفرضية خطأ يعني لا تطلع الـ A أكبر من H flange لا ذاك الوقت ذاك الوقت أنه تروحون تكنوا المقطع اشتغل T-section المقطع اشتغل T-section إذا المقطع اشتغل T-section أول شي توجدين A S F وراها الـ Phi M N F وراها الـ Phi M N wave تنقصوها هذه تنقصوها هذه تنقصوها هذه من المومنت الخارجي طبعا الـ Phi M N wave الـ Phi M N wave بعدين تروحون تطبقون المعادلة هذه ما تروب يدي تربيع وهكذا لكننا نتبهون أنه الـ P هي الـ B wave ليس الـ B total الـ B effective الـ B wave تطلعون قيمة الـ Rho تطلعون قيمة الـ Rho و الـ Rho تطلعون نعتها B في الـ D تطلعون الـ A S تجمعون الـ A S with A S wave تطلعون الـ Rho total الـ A S يعني بعدين الـ A S منعتها تطلعون الـ Rho ومن الـ Rho خلاص بعد الأمور انتهت خلاص أنه بعد عدتكم الـ B و عدتكم الـ D وكل شي جاهز وكل شي يكون ويا الـ Rho max ويا الـ Rho minimum وخلاص نحل السؤال بعد ما بي أي تفصيل أضافي ما بي بعد أي تفصيل أضافي طيب هسه أريد ناخذ مثال تطبيقي على هذا الكلام اللي قلناه أريد ناخذ مثال تطبيقي مثال مثال وكيف أضافي سجد ناخذ صغير وقمع صغير سجد ناخذ دائم ضغط المسافة المطيكية هي 3 متر المسافة المطيكية هي 3 متر بين بيم و بيم طول البيم هذا البيم هذا البيم هذا البيم و المطيكية هي 8 متر و المره 8 متر و المره 2 متر و يصممون إليها و على هذه الحالة و استخداموا البيم 25 مم و المطلوب منتقد مقطع من هنا و يشوفوا في هذا الشكل المطلوب المطلوب أنه المطلوب غير مرتيا نقال لكم السبان ماته هو L مرة ثمانة مرة ثمانة مرة ثمانة البيواب 300D 550F 28F 420 ميجا باسكال determine the steer reinforcement required at mid span of interior beam مد span يعني عزم موجب هذا عزم تصميم تصميم بس عزم موجب ترزيز surface dead load نضطيكم المهمة surface يعني ما مفكتر و surface live load تعني عزم الحظب و ببترزيز و عزم ميجب و استخدم L 8 متر و مرة 2 متر و استخدمها مثاليا كأنه مثالي 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 بحجوم مجدد حتى سبس كيد مجدد هذه مجدد ثانيا إنه عندكم حالتين ثماني واثنيا نال العزم قطعكم يا سير في السدود ناج قل لكم إنه قل لكم انتيريار سبان انتيريار بيم يعني البيم الداخلي هذا وهذا هذني الداخليات مو البيء والداخليات ذني مو الخارجي إنه هذا مستمر طبعا مو الخارجي لأنه لو خارجي يصر L سكشن هذا صر L سكشن مثل ما سعطيكم بالأمور حطيكم L سكشن نفسه بس يتغير بس البي بس البي يتغير عندكم بس البي حي يتغير طيب هسه نيجي طلاب أول شي مثل ما هو كيس ون هسه هذا المغارض ديزاين هو قائل بك ديزاين يتعمل ديزاين يعني ديزاين مد اسبان يعني موجب هذا مد اسبان موجب انتيريار هذا الداخلي تي سكشن هذا البيم تي سكشن هسه نيجي طول ثمانية متر حسه نيجي طول ثمانية متر نيجي طول ثمانية متر هسه أصهر البي من التسكشن أريد أن أصمم هذا البيم هذا من الداخليات هذا البيم يصعر في فكته أريد أن أصممه هذا البيم هذا البيم تصممه وهكذا يعني خليج جاية بعد أصمم هذا البيم بعد أصمم هو T-section صعير هو صعير T-section بعد أشوف هذا البيم مالك من B-effective بس أنتو كأنه ترسمون شو أنتو مرة قلت لكم هنا ترسمون هذا تطرعون B-effective اثنان تكتبوه هنا ال H-flange 140 هذا ال H-flange كتبوه يسحب المحاطرة و يكتبوها وهذا ال B-way يساوي 300 ال D تجعلون في شيء ما تعرفون تجعلون مننا ال D إلى الأعلى أو مننا تجعلون مثلا مننا ال D 550 مليمتر 550 مليمتر طيب الآن أنا فائد The B-effective أما ما أنه T-section L على 4 منتلاق على 4 تجعلون C-section L SU الس SU لا تنسوها TC-C-C-H-Lange هيا 3 يملي و 3 عيصان تتخفون أيها أقل ال F-ann ترسم ال B-effective و ليس بثمان ما نفعله لذلك نطلع الروم نترتفع لأي أقل أو يساوي H-flange تأتيs م يو ساو فايرو بيدي تربيع فوائي وهكذا القانون اللي أكيد سأحبطوك لكم المفروض الرو هذي أطلعها بس البي هنا ها البي هنا شنو بي إفكتيب بي إفكتيب هنا لنجاجة تقول كأنه فرضتها تي سكشن ريكتانجولر إذا قلت كلمة تي سكشن ويها ريكتانجول يعني بي إفكتيب فرضنا ريكتانجولر هو هسه يعني شنو معنى فرضنا ريكتانجولر يعني ما طولي لأي أقل من الأش فلانش فرضتها يعني ريكتانجولر وبي إفكتيب فهنا طبقتين طلعت قيمة الرو وحش يقول يقول لها عدوين المعادلة ما تكلي قلت عليها ببداية المحارة هاي او الرو كان بي كرقل عصب له هذي رو واحد ناقص كذا جئت طبقتين مباشرة نين بوينت لا تزدت الاميو هاي سبعة ثمانية أربعة هنان في عشرة أو ستة حتى تحولها فاي بيدي تربيع فاي بوينت لا نفرضها دائما بالبداية وها اشتغلت طرعته مثل الورد أسهل منها ما اخو طلعت قيمة هاي القيمة او هاي القيمة خلت ايهم اقل جدا سهلة ولا بعد تاخذ منكم وقت ولا واحد يحلى خطأ ويمشي بها خطأ فخلص بعد الرو هاذي قيمة الرو ورا ما طلعوا الرو طلع الاس كما على الخطوات حتى ينا على الخطوات قلنا الرو طلع وراها الاس حتى هسه الطالب اذا ما قدر يمشع الخطوات يمشع المثال خطوات المثال هو خطوات المثال خطوات المثال نفسه وبعد هاي اسهل لكم انه هذا مثال تطبيقي يعني خطوات تطبيقية قدامك الحل ففايب بي اركز على البي في الدي طلعت الاس ورا ما طلعت الاس راح اطلع الاي اشوف فعلا الفرضية الصحيحة واذا به تطلع اربعة وثلاثة اقل من مية واربعين اذا اوكي سكشن هو ركتانجولار سكشن اوكي ركتانجولار سكشن هذا ركتانجولار سكشن والرو هي كانت بين الروا ماكس وروم امام وهاذي الرو تي وبين اتين واؤكي خلاص اوكي خلاص المقطع طلع كلها ما عند بها اي مشكلة بس اروا هطبق الاس حتى خلي هيتتسليح جوه الاس هاي بعد ما نحكيها بويب ناقصا مية ناقصا اربعة في خمسة وعشرين ليش اربعة في خمسة وعشرين ماذا أربعة في خمسة وعشرين؟ شوفوا هنا طلاب مو هذي الـ AS أنا مو قلنا في 25 فتقسموها AS هذي AS على في على أربعة في 25 تربيع طلعنا الـ 7 بها ثمانية خذنا ثمانية طيب هاي ثمانية طلاب هي يعني على أغلب هي مرح تكفي بلاير واحدة طبعا مرح تكفي بلاير واحدة فرداك سويت رأي سناني سويتها 2 layers يعني تشيكوها الليار واحدة مرح تشيك هاي خذوها 300 ناقصا 100 ناقصا 8 في 25 ما تشيك هاي 800 يصول 300 ناقصا 100 ناقصا 8 في 25 حتى طلع ما تكفي يعني لازم أخلي واحد بصف الثاني حشي لازم واحد بصف الثاني ما تكفي يعني حتى ما تكفي على هذا ما مو صحيح يعني فرداك سويتها 2 layers واحدين ثلاثة أربعة فشيك تكفي 2 layers شيكت اوكي طلعا بنشيفوها 7 اثمانة يعني اكثر من خمسة سوها 2 layers قبل يعني تشيكوها على 2 layers ماكو داعة على 1 layer يعني لانه ما تشيك سبع 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 مبارات تجوها 300 هي ما تشيك طيب خلص هذه الحل للسؤال هذه 2 layers والحل للسؤال وهذه البي افكتف هاين هنا يعني ألفين وهذه الدي كلها كلها تمام وما عدنا مشكلة نحل المقطع الأول نيجع على المقطع الثاني المقطع الثاني عدما كيس عدما L ساو اثنين يعني ألفين ال L جهت طبقتها الجديد الطلاب نفس البروستجر مش هي تبيجي تطلع لـ 500 أقل واحد طبعا شو نسوي احنا هذي هاي الحركة سويناها حتى المقطع يشتغل T section مو يشتغل مو يشتغل L section حتى المقطع يشتغل T section عفوها بس ويعدي مشكلة بالقرد وجدت طبعا مو يشتغل نعم مو يشتغل طبعا حسنا هذا 500 طبعا 500 لأنه تي سكشن جاء نشتغل عليه كتي سكشن طرع خمسمية وراها وراها كالكوليت طبعا أنا حفش نفس البروستجر ما أدري إنه هذا المقطع يشتغل تي سكشن أو لكتانجولر هسا روح أجي أحسب كأنه الأي أقل أو يساوي حفلانج أطبق المهادلة لهذه كأنه لكتانجولر هو جاء عامل لكتانجولر يعني أي أقل من حفلانج أقل أو يساوي حفلانج فأجي أطبقتها أما أطبقها بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة حسنا لا أحزاد هذه الطريقة هي الأسن خلاص الرو طلع لي 0.0159 هذه الرو الاس هي الرو بي دي أجي أطبق الأي وراما أطلعت الأي أطلع الأي وأذا بي الأي يطلع أكبر من 140 إذا هو المقطع تي سكشن إذا المقطع تي سكشن فرضيتي خطأ أنا المقطع تي سكشن فماكو مشكلة إذا هو المقطع تي سكشن أروح أوجد الاس فلانج الاس فلانج شوان أوجده من هذه المعادلة نفس هذه المعادلة موجودة لكم بالفروسيجر ساعة المنظر هي المعادلة الأي اس فلانج وذا ما أعطل bulunي السفلة نذهب whereas العادلة الاس فلانج أشتغل مؤسس Streame وهنا الفلانج حفل engage هذا القابل من المعالات المنظمة وطلع البريسيجر اطلع لفي م في م ن اطلع عمل اطناق الم واطلع في م ن مو LP-PIMN طلعتي هنا في م ويب هذه في م ويب في م ويب يعني كلا مما تخلاص في م ويب في م ويب الآن في الـ Phi M N Wave أرجع أطبق قانوني للدستور وهي معادة الـ ROW ولكن الآن سأخذي الـ ROW أخذي الـ ROW WABE وهي الـ B-WABE الـ B-WABE أطبق هنا أطبق الـ B-WABE أما أطبق هذه المعادلة كل مرة أطبقها بطريقة ثانية نطبق تحمل وتحديدها التـتماعات تصلنا إلى الدستور حسنًا نضع المعادلة الثانية هذه هذه التـتوى التي ستكون قادمة يمكنكم أن نضع المعادلة الثانية التــat-ROW يساوي 1 ناقص تحت الجذل 1 ناقصاً وهكذا هاي التفاصيل طلعوا قيمة الرو راح تطلع نفسها هاي ورما طلعون الرو طلعوا الاس ويب رو ويف في البي ويف في الدي طلعتكم الرو الاس ويب قلص الجمعه هو الاس فلانج طلع لكم as total هاي as total هاي شوفوا as total as flanj زاد as wave طلعتكم الاس خلص نحل السؤال هسا من طلع لكم الاس هاي طلعون الرو total حتى تشيكوه هو الاس فالرو هي الاس على البي ويف في الدي هاي بواب في الدي طلع لكم الرو تشيكوه هو الرو ماكس و الرو منيمم هاي الرو ماكس هالمرة صار هالمرة صار المقطع على t-section قالوا الرو ماكس تغير قالوا الرو ماكس صار 0.85 كذا زادا الرو فلانج الرو فلانج صار الرو فلانج الرو فلانج هي as flanj على البي ويب في الدي هذا الرو ماكس الرو منيمم هي نفسها السابقة والرو t نفس القانون بس نزيد عليه الرو فلانج نفس الرو فلانج ماكس اكبر من الرو فلانج من الرو فلانج من الرو ويب أو الرو توتال فصار عندنا الرو فلانج يبقى 0.9 ما بي اي مشكلة فهنا الرو هي ضمن الرو ماكس و الرو منيمم ما بيها اي مشكلة ايضا فما قلص بعدنا بس اجي الاس طبقة 2.6 لان احنا استخدم 9 وهذه يوز 9 فاي 25 وهنا اطبق هنا واحد يقول لي اطبق ثري لايرز طبق ثري لايرز أي سواري 2 اليرز هو ليش اطبق ثري لايرز ليش اطبق ثري لايرز لانه لانه تسعة حتى يخليهن ثلاثة 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 واحد شي يقول يقولي زين دكتور أنا أخليهن أربعة بثلاثة يصير يعني يصير عفوا خمسة بأربعة سوري إنه مو سبعة خمسة بأربعة شيكون خمسة بأربعة بس ما رح تشيك خمسة بأربعة ما رح تشيك يعني السهنان إذا شيكتوها وان لير شيكو بالبيت شيكو إنه يوز وان لير طبعاً مئة بأربعة رح تشيك شيكو توليرز توليرز يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جو واحد اثنين ثلاثة أربعة فوق خمسة جو أربعة فوق ما رح تشيك ما رح تشيك لأن هنا terminus رح تكون الثلاثة ناقص ناقصاً شقيعت ناقصاً مئة ناقصاً خمسة في خمسة وعشرين على أربعة فيها 5-1 على 4 فوضع تبغي فالتالي 3 لائرز هي هي فعلتها 3 لائرز فصوا يقول لماذا خلتها رأسيدي فضعثوا نقوم بشوفها حسنو فهذه هي التفاصيل التي اريد اضيفها والتي اريد اخذها من نظر الاعتبار تبقى هنا نرجع بس للورد هنا هذا هو البروستجر بس هاينا راح اضيف لكم الفاي ام ان يسمى كونترل بي هنا في فاي ام ان هادي فاي كونترل بي فاي ام ان هنا حتى سرعتكم واضحة ما بها ما تخطعون بيها وكذلك هنا انا فاي هنا ايضا هنا انا وينها الروتي الاس هاي هنا انا ايضا فاي هادي الفاي ام ان فلانج فاي ام ان ويبنا في سائل صحيحة هاي ما عندنا مشكلة لهم بان يكونوا صحيحات هذا هو هنا انا بس اريد اضيف انطبق هاي او هاي نفس الشي هنا حتى ماذا ما تقوم بي ام ماذا هنا الرو ورا ما تنزلون دول بطريقة ثانية كونترل في فالرو كان بي كالكوليتد من هذا القانون اوكي فرا هتطلع لكم الرو نفسي النازج حتطلع كونترل في فالرو حتسكون هاي افضل تطبقون هاي الطريقة افضل تطبقون هاي الطريقة بس ان لازم يعني اكتب هنا انا حتى انا درابتها في عشرة او الستة حتى حولها بين او ناع و ثانية بس انها سر صعب هاي تبصتوها وشارلوها و هاي منها طلعوا بهاي الطريقة اسهل لكم انا بعد المحاضج كل اطبقوا هاي الطريقة أسهل لي بهاي وخلص هاذي نانا طبقناها ما ننسى انه هذا قانون الرو مينمو ما ننسى انه هذا قانون الرو ماركس ما ننسى انه هذا قانون الروتي المالد هذه تجيو إياها هذا قانون الروتي هذا قانون الروتي لأنه بس أشترها هل تتأشتروا إياها على العمو فهذا قانون الرو ماكس وهذا قانون الروتي وهذا قانون الروتي هذا القوانين الطلاب pandimpression nasa n cu ar ar A ويقوم بقى الاس على ال b على ال d سوف أقوم بعمل بعض التعديلات حتى تكون جاهزة هنا أضافة أن تقوم بعمل وقام بعمل وقام بعمل نفس السؤال السابق يقوم بعمل المساعدة على إدارة الإنترائي لتغيير العنية وقام بعمل المساعدة من المساعدة السؤال سأطلاب الام linmarkt سأطلط المساعدة إلى الزع المساعدة حتى يعمل دصلاع الموسات موسيت شاهدوا هذا ؟ هذا هذا تحلوني مرة اطلابت منعتكم نفس السؤال السابق فقط غيرت لكم باللود بالمومة هذا غيرت لكم بالمومة وهو 270 و 300 غيرت وغيرت هنا الدي سويت 500 والبيواب بقى 300 هذا 140 بقى 140 فهنا غيرت لكم غيرت لكم انه بس بالأحمال و قلت لكم هذا اوجدوا لي نفس السؤال السابق قلت لكم اوجدوا لي هذا مرة طول 6 متر و مرة طول 2 متر بعدين قلت لكم لا بالمطلب الثاني قلت لكم اوجدوا لي هذا هذا الخارجي الموجب صار L فالبي افكتف تنتبهون فقط فقط اختلاه بس بالبي افكتف فقط فقط بس بالبي افكتف فهيسا شو تفعلون تحلون الهومورك تقولون المطلب الاول A المطلب الاول B بعدين تقول المطلب الثاني A المطلب الثاني B من اني ايضا تحلوا اليان الى تمتهم محاضرتنا طلاب و ان شاء الله سنتواصل احنا بقصوص اي استفسار او اي شي ترجون بعضه بقصوص السلام عليكم بقصوص بقصوص